مزيد من الإجراءات والإجراءات المضادة تتبادلها كل من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد أعلن الطهران أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتخذت بعض الإجراءات الأولية ردا على قرار أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية جاء ردا على القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية وهو قرار مسيس بضغوط من الولايات المتحدة والترويك الأوروبية على مجلس الحكام تم إبلغ الوكالة بالخطوة الإيرانية وتم اتخاذ الإجراء بحضور مراقبية الوكالة صدر القرار رغم أن إيران تمتلك برنامجا نوويا هو الأكثر شفافية مقارنة بالمنشآت الخاضعة للإشراف وعمليات التفتيش قرار الوكالة ضد إيران هو الثاني من نوعه هذا العام لكن القرار الجديد أقوى بصيغته إذ إنه يلمح إلى تصعيد دبلوماسي مع طهران قد يحيلها فيما بعد إلى مجلس الأمن الدولي بذريعة عدم امتثالها لالتزاماتها النووية وليس بعيدا عن ملف إيران النووي قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي أهرون حليفة إن لحظة القرار بشأن ما وصفه بعدوانية إيران تقترب بما في ذلك برنامجها النووي حليفة أشار كذلك إلى همية زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى الولايات المتحدة مضيفا أن إسرائيل إن قررت مهاجمة إيران فمن المفضل أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبها وفق قوله الزمن يتقدم الخطوات تزداد ولحظات قرار قاسية أمام البرنامج النووي الإيراني تقترب منبع التوتر بين إيران والغرب لا يقتصر هذه الأيام على خلافات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بل إنه يتقاطع مع طريق مزدود وصلت إليه المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران بشأن إحياء اتفاق عام 2015